أزمة زراعية تضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات التي يعيشها العراق فقد أقرت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية الخطة الزراعية للموسم الشتوي لهذا العام بعد أن قلصت مساحة الأراضي المشمولة إلى النصف بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة التي جاءت نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة المتحدث باسم وزارة الموارد المائية حميد النايف قال إن الخزينة المائية الموجودة في السدود والخزانات لا يكفي سوى لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم فقط بعد أن كانت خمسة ملايين دونم العام الماضي وشيرا إلى أن محافظة ديالس تبعدت من الخطة الزراعية بشكل كامل كما منعت الزراعة داخل حدود الأهوار بين العراق وإيران والمخارج الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذيقار وميسان إقرار الخطة الزراعية للموسم الحالي تأخر بعد فشل محاولات إقناع إيران بتغيير سياساتها المائية تجاه العراق وفقا لما أكده وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الذي أوضح أن طهران رفضت أي تعاون بشأن استحصال حصة العراق المائية متجاوزة كل اتفاقات وقوانين تقاسم المياه بينما تم الاتفاق مع الجانب التركي على زيادة الحصة المائية بنهري دجلة والفرات حيث أكد الحمداني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد وأنقرة دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان والرئيس التركيين عليها ونتيجة لهذه التطورات دعا برنامج الأغذية العالمي وصندوق الدولي للتنمية في تقرير مشترك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تداعيات نقص المياه وتغير المناخ وضرورة أصلاح النظام الغذائي في العراق الذي يعاني في السنوات الأخيرة من تراجع كبير في إنتاج المحاصيل كارثة غذائية توشك أن تحل بالعراق بينما تنشغل الحكومة والأحزاب السياسية بالصراع حول نتائج الانتخابات وتقاسم المناصب دون التحرك بأي خطوة نحو تدويل الملف كما لوحت الحكومة من قبل في حين تبدو طهران غير مكترثة بما تسببه للعراق من مصائب ما دام وكلاؤها يعززون نفوذها ومصالحها دون عناء